هل ينفع أن يكون رونالدو وتاليسكا في فريق واحد بعد ما افتكينا وخلصنا من الإشاعات اللي طلعت على رونالدو أنه مش حاب يكمل مع نادي النصر رد عليهم بتغريدة تكلمت حول هذا الموضوع وكتب أنا عالمي الآن كلام آخر عن وجود خلاف وعدم تفاهم بين رونالدو وتاليسكا في نادي النصر والبعض قاعد يغرد ويقول أنهم ما ينفع أنهم يكونون هالثنين بفريق واحد على الرغم أنه واحد يلعب يمين ومبدع والثاني يلعب يسار ومبدع لكن في ظل غياب المهاجمين وشوية اللخبطة في التشكيلة النصراوية كثيرين قاعدين يقولون أنه ما ينفعون يكونون بفريق واحد أنت شو تشوف عزيزي المشاهد هل ينفع ولا ما ينفع أنه رونالدو وتاليسكا يكونون بفريق واحد وإذا ما كان ينفع شو مقترحك أو مين اللاعب اللي ممكن يكون بينهم بحيث تكتمل المنظومة 100% دعونا نسمع راي متعب وظهر حول هذا الموضوع وانت لا تنسى أنك تكتب لي رايك في التعليقات في أسفل الفيديو تد الله مساكم كل خير ومسرح اليوم بتكلم عن موضوع فاق أكبدي شوي قالوا هو اجتماع رونالدو وتاليسكا بريق واحد ما يصلحون هذه سالفة طلعوها ناس مغرضين ناس ما يبون الخير للنصر ناس حق دين وركبوا الموجة معهم ناس ما تدري برؤوسها بقامت تنشر تركها بالسالفة تسألة ليش ما يصلحون ما يدري لأنه ما يفهم كورة يدري براسه الكلام هذا ما يقوله واحد فهم كورة لأن رونالدو من يوم جنبته هما يلعب وسط يسار وقدموها خمس سنوات في مسيرته رأس حابة ونجح في المركز هذا تاليسكا مع بن فيك البرتغالي مع بشكتابش التركي مع قوانزو الصيني مع نادي النصر أفضل مركز يلعب فيه خطورة وتهديف لما يمين للوسط اليمين يرجع تسع ونص يجيك من الوسط اليمين مرتاح ونزلك أهدافه ذو الحين وتشوف وتقول لي من ناحية الدفاعية أن ما راح يسندونه ورونالدو عندك ثلاث محاول عندك ثلاث محاول الحسن لما يزيد الزيادة العددية يسلم ويدخل في المنطقة أفضل من يطبقها في النصر والغنام تصير الجهة اليمين حريقة عندك الجهة اليمين يسار عندك قريب يسان ضد ظهير خلاص ثلاث محاول عندك النصر مقفل هذه أفضل تشكيلة فيه النصر لين تجيب مركز عشرة لين تجيب لعب عشرة النصر يا أخوان مشكلة الفنية واضحة عندك شلال رباعي في مركز اللاعب رقم عشرة وثمانية تقدر تعوضها بشكل جزء لإنهات الموسم بالثلاث محاول هذه ثبت الخيارة يمري ستة الحسن قدام يمين وقستافي يسار خلاص غريب يسار تالسكا يمين رمال دراس حربة أفضل شكل فني تبع فيه النهات الموسم بعد الموسم جايح للحلال بقي لكم أمل في الدوري حفزوا لعبينكم منشنوهم حملهم المسئولية طلع كل طاقتة بقي لك أبل ما قيل لك أمل التحادي يمكن يتعثر في أي مبارة اللي مطلوب منك اللاعب النصر تفوز في مباراتك الباقي كلها سو اللي عليك والله يبيض وجهك ما جاء الدورية بعد خلاص نبي نحافظ على مركزنا هذا الثاني جاء الدورية الله يبيضوا وجيهك اللي بقول الجمهور اتركوا الموجات اتركوا الناس المغرضين اللي يبقون يدخلون بين اللاعبين ما عد فيه وقت خمس مبارات وقف مع فريقك أتمنى أشوف التشكيلة هذه لآخر الموسم بس أمني غريبي سار تالس كيمير نالد دراس حربة أفضل تشكيلة لآخر الموسم اللاعبين المرهقين اللي وراه يريحون مثل العمر يريح خلاص